أهلاً ومرحباً بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنقا الأعزاء وقعت نظارات ومكونات اجتماعية في شرق السودان على ميثاق للتعايش السلمي في سبتمبر الماضي بمبادرة من أبناء البيجة في الخدمة المدنية ونصت المبادرة على المصالحات الاجتماعية ونفذ خطاب الكراهية والتعايش السلمي بجانب التمسك بوحدة مكونات شرق السودان ووحدة السودان للوقوف على عمل المبادرة وسيرها سنستضيف الأستاذ حمد كرار محمد علي مقرر المبادرة وفي البداية نقول له مرحباً بك في راديو دبنقا وعايزين أنك تورينا الاجراءات اللاحقة للتوقيع طيب بسم الله أنا حمد كرار محمد علي حسين مقرر مبادرة أبناء البيجة بالخدمة العامة آخر التطورات نحن جينا وصلنا هنا على حسب مصفوفة الأنشطة بتاعتنا اللي هي التفشير بالمبادرة للغاء مكونات ولاية البحر الأحمر عغدنا مؤتمر جبيت التشاوري بحضور كل مكونات شرق السودان الموجودة في البحر الأحمر وبعض المكونات الموجودة في ولاية كسلة من النظارات والمكونات الاجتماعية طلعنا من مؤتمر جبيت وصلنا إلى ولاية البحر الأحمر التغينا بالمكونات داخل المدينة هنا للنظارات والمكونات الاجتماعية التغينا بالسيد مفوض السلام بدوره نقلنا للغاء مع السيد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار تعهد سيادته برعاية المبادرة ورعاية أنشطة للوصول للمؤتمر العام مؤتمر الغضايا غدنا اجتماع آخر مع السيادة ولاية الولايات الشرقية لتعهد برعاية المبادرة بخصوص المؤتمرات التمهيدية اللي حيصاعد منا عضوية للمشاركة في المؤتمر العام لمناغشة الغضايا الغضايا هي غضايا العدالة والغانون غضايا التعويضات وجبر الضرر بشغيه المادي والمعنوي غضايا الحكم والإدارة غضايا المواثغ والعهود والقلب الآن نحن بصدد الزهاب إلى ولاية القضارف لعقد مؤتمر تمهيدي يصاعد فيه برضو عضوية للمؤتمر العام وسوف تعقد لهذه الغضايا عدد أربع ورش هذه الورش سوف يتم إعداد أوراغها بواسطة مراكز الدراسات والبحوث والجامعات ومراكز السلام الموجودة في الجامعات ده كل الوصلة له والآن مبادرة نداء مبادرة أبناء البجة بالخدمة العامة طيب بحسب ما نشر نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إنه هناك ورشة في كسل يوم 27 نوفمبر برعاية مفوضية السلام ما الهدف من الورشة والجهات المشاركة فيها منه؟ طيب الورشة دي هي ورشة العدالة والغانون الورشة دي اطرحلت من يوم 27 ليوم 2 ديسمبر لأنه كان في تغيير في الجدول لأنه حنمشي القبار في يوم 27 نوفمبر ده الجاري اطرحلت لـ 2 ديسمبر الورشة هي من ضمن الأربع ورشة الحاتوغام ما قلت لك اللي هي غضايا العدالة والغانون الورشة دي هيقدم فيها أوراق في كيفية مناغشة البلاغات المفتوحة بين الأطراف المتنازعة والمحتربة والحصل بين اختلال في الفترة السابقة في كيفية إدارة البلاغات دي في جزء مننا وصل المحاكم في جزء مننا متهمين وما في شين في جزء الغضايا دي يعني محتاجة لتسوية بنظام أهلي الورشة فيها الأوراق اللي حتقدم حتقدم بواسطة مراكز السلامة الموجودة في الجامعات مراكز السلام ومراكز الدراسات البحث وبعض الغانونين حيعدوا أوراق للورشة دي والمشاركين من كل إغليم شرق السودان من الولايات السلاسة القطارف البحر الأحمر كسل الورشة حتعقد فيه كسل طيب المؤتمر الجامع حيقد متين المؤتمر الجامع حسب المصفوفة مفترض يعقد في يناير بعد ما ننتهي من الأنشطة في المصفوفة دي المصفوفة دي غير الأنشطة بتاعت الورش دي فيها أنشطة صغافية وفيها كان نفذنا لغاء غادة الخدمة المدنية وفيها أنشطة كان في زيارات المحليات للتبشير بالمبادرة في اتهامات وجهت للمبادرة أنه أقصد مكونات بعينها وأنه خاصة بمجموعات محددة إلى أي مدى هذا الاتهام الصغير؟ الاتهام دي اتهام جزائف لأنه كل الكيانات الاجتماعية الموجودة في شرق السودان هي جزء من المبادرة دي مشكلة حتى في المجلس الاستشاري للمبادرة كيان الشمال وكيان النوبة وكيان الهوسة واللحوين والشكرية والضباينة وكل مكونات شرق السودان مشكلة في المجلس الاستشاري للمبادرة طيب بحسب البيانة الصادر من المجلس الأعلى للنظارات البيجة جناح الدروب يذكر أن المؤتمر الذي تعتزم إقامته المبادرة هو ذات المؤتمر المنصوص عليه في مسار الشرق إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟ أولا نحن نتعامل مع الكينات الاجتماعية والنظارات والمكونات الاجتماعية لأن نرى في الأصل أن المشكلة هي مشكلة اجتماعية ولا نتعامل مع الاجتماعي السياسية أما بخصوص المؤتمر المؤتمر نصد عليه ميثاق التعايش السلمي بين الزارات والمكونات المجتمعية ولا علاقة له بأي اتفاقية سياسية أو أيا كان نوع طيب من ضمن بنود المبادرة كان نبز الخطابة الكراهية هل هناك تقدم في هذه النقطة؟ أولا من خلال توقيع الميثاق في سبتمبر السابق الملاحظ للأوضاع في شرق السودان يجد أن هناك تقدم كبير في انحصار خطابة الكراهية ولدينا معلومات أن هناك مناطق كان في ناس يعني رحلوا منا بعد توقيع الميثاق وبعض ما روه الأشياء مجرد ما حصل التوقيع ده في ناس رجعوا لديارهم في أحياة سكنية كانت تشهد صراع بين المكونات الغبلية طيب كتذكير للمستمعين كنا عايزين نعرف الهدف شنوية المبادرة وأبرز بنودة ودواعية المبادرة هدف أولا أهداف الرئيسية تؤمن المبادرة على وحدة السودان خصوصا في الظرف الراهن لسودان وما يحدث فيه من اقتطال وصراع وتوحيد شرق السودان على كلمة سواء والمبادرة أهدافها الرئيسية هي أجرى مصالحات شاملة وكاملة في كل إغليم شرق السودان بين كل المكونات الاجتماعية التي تعيش في الإغليم طيب سؤال أخير للأستاذ حمد كرار مقرر المبادرة هناك اتهامات موجهة للمبادرة بأن مسنودة من قيادات النظام البايد والأجهزة الأمنية لأي مدى أصحة هذا الاتهام؟ هذا الاتهام جزاف بدليل أن الناطق الرسمي للمبادرة هو جزء أصيل من حزب المؤتمر السوداني وكل أي عمل في السودان يمكن أن تلغي عليه أي اتهام من أي جهة ولكن ما يهمنا أننا نتغدم بمبادرتنا ونعمل من أجلها وشاهدت تغدمهم ملحوظا بإشادة من سيد نايف رئيس مجلس السيادة والكينات الاجتماعية وجدت ارتياح في كافة شرق السودان في تصريحات أيضا لعدد من الممثلين سواء كامل المبادرة أو غيرها كان يتكلم عن أنه خلال الفترة الفاثة لم يكن في تمثيل شرق السودان وهذا ما جعل أبناء البيجي في الخدمة العامة ينظمون هذه المبادرة هل المبادرة عندها علاقة بالبحث عن المناصب أو كده؟ ليس لها أي علاقة بتمثيل أبناء البيجي أو غير أبناء البيجي والمبادرة لا تطرح أي رؤية سياسية في التمثيل أو في من يحكم المبادرة مبادرة اجتماعية للمصالحة فغطة في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ حمد كرار محمد علي مقرر مبادرة أبناء البيجي في الخدمة المدنية التي توصلت لميثاق للتعايش السلمي في شرق السودان وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء